السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة اصنعيها بنفسك لتعليم الكروشيه الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله فيديو مميز جدا جدا هنشتغل مع بعض طريقة عمل شال الكروشيه وحدات داروا بقى تشتغلوه مسلس او مستطيل بكل تفاصيله ان شاء الله هنتعلمو مع بعض ده غير كمان انتو تقدروا تستفيدوا من الوحدات دي فعمل اي مشروع تاني سواء حابين تدخلوها يعني الوحدات دي في الملابس او تقدروا تعملوا بيها مفرش مشروعات كروشيه كتير جدا جدا كوفر مخدة تبقى رائعة آم تمشي تتعمل ان هي شنطة وطبعا يتعمل لها بطانة يعني بصراحة الافكار لا تنتهي للوحدات دي واريكم الخيط اللي انا هستخدمه الخيط ده الفتلة بتاعته متوسطة لكن انتو تقدروا تستخدموا اي سمك خيط انتو عايزينه او المتوفر عندكم اي دي الخيط بتاعي هملايا افريدي سوبر لوكس الفتلة بتاعته جميلة ويعني لقيتها مناسبة مع الوحدات دي بتنسوش طبعا لو دي اول مرة بتشوفوا القناة اهلا وسهلا بيك وتفضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس تعالوا نشوف كمان الابرة اللي انا هستخدمها مع الخيط ده تلاتة ونص ملي متر بتستخدموا الابرة المناسبة لسمك الخيط اللي معاكو اي دي الابرة واي دي سمك الخيط يعني انا حبيتها اشتغل بخيط متوسط علشان يعني ما بقاش اشتغلت بالسميك او الرفاية فيغير من شكل الوحدات لكن انتو بتجربوا زي ما انتو عايزين باي سمك خيط هبتدي اول حاجة اشتغل الوحدة الكاملة يعني نعرف طريقة عمل الوحدة بعد عدة البداية او بالشكل ده ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة سلسلة هقفلهم بحيث ان انا اكون بيهم حلقة وابدأ اشتغل جواها هروح كده للسلسلة رقم واحد بدخل بالابرة واطلع من الحلقة ودي الحلقة التانية بس انا كده كونت الحلقة الصغيرة دي او الدايرة دي هبتدي اشتغل جواها وشغلنا هيبقى بالاعمدة بلفة ارتفع تلاتة سلسلة باعتبرهم عمود بلفة واتنين سلسلة دول هيبقوا فاصل كده انا ارتفعت خمسة هلف الخط على الابرة وهدخل جواه نفس الحلقة وهشتغل عمود بلفة يعني هطلع من لفتين وكمان لفتين والخيط ده هفضل واخدام عي تحت اللي شغل اللي انا هشتغله كله ودي اتنين سلسلة فاصل وهرجع تاني جواه نفس الحلقة نكمل اقعمدة بلفة انا كده اشتغلت عمودين بادخل كده وباشتغل العمود رقم تلاتة ويريد تخلو الاعمدة مستريح فاصل اتنين سلسلة وارجع تاني اشتغل العمود بلفة رقم اربعة وفاصل اتنين سلسلة واشتغل عمود بلفة بصوا والفيديو مطول شوية علشان بس في تفاصيل كتير لكن ان شاء الله هتستفيدوا منه ودي اتنين سلسلة وهتلاقوا الشرح بالتفصيل جدا للمبتدئين وعمل كروشيه في النهاية رائع شايفين عايزين نوزع الاعمدة بالشكل ده فاضل لي اخر عمود اتنين سلسلة عايزين نشتغل تمانية تمانية عمود بلفة وبدخل كده اشتغل العمود رقم تمانية برضو كل الارقام سايبها لكو فوق على الشاشة اتنين سلسلة في النهاية اخر فاصل عندي وهنقفل هنا الدور ده طبعا احنا في البداية كنا ارتفعنا خمسة سلسلة اللي هما دول تلاتة عمود واتنين فاصل فانا كده اعد عايز اروح لسلسلة التالتة دي كده واحد اتنين وبدخل في التالتة وهنا هقفل الدور باشتغل منزلقة ودي شكل الدور لو مبتدئين راعوا في الدور ده ان الاعمدة تبقى متوزعة توزيع شكله حلو على الحلقة او يعني توزيع مضبوط طبعا اللي عادة تتأكدوا منه مش محتاجة اقولها لكم هيفرق طبعا في الادوار اللي بعد كده بدخل على الفراغ اللي بعده باشتغل منزلقة او يعني بتحرك بالمنزلقة وهبدأ من هنا اشتغل هرتفع تلاتة سلسلة هنا انا هشتغل البتلات الوحدات عبارة عن وردات ولف الخيط وفي نفس الفراغ هرجع ادخل وهبتدي اشتغل اعمدة بلفة بدخل كده في الفراغ تعالوا نعد كده مع بعض ادي عمود بلفة اتنين ودي رقم تلاتة تلاتة عمود بلفة بعد التلات سلاسل عايز اقفل البتلة اللي انا اشتغلتها فبالتالي هرجع تاني انزل بمستوى البتلة هرتفع تلاتة سلسلة وهنزل بهم تاني لنفس الفراغ اللي انا كنت باشتغل فيه هرجع كده وبغرزة منزلقة هبتدي اقفل بس وكده يبقى انا اشتغلت اول بتلة معي طول ما انتو شغلين تتأكدوا ان البتلة مفروضة ده بيبقى الشكل تلاتة سلسلة تلاتة عمود ونرجع تاني تلاتة سلسلة هتنقل للبتلة اللي بعدها فبالتالي هتنقل للفراغ اللي بعدها هتنقل عن طريق غرزة المنزلقة يا دي منزلقة او يعني نشد شوية وارجع ارتفع تلاتة سلسلة وبكرر نفس الشغل بلف لفة على الابرة وبدخل في الفراغ وهبتدي اعد ادي عمود وكده اتنين ودي العمود رقم تلاتة تلاتة عمود بلفة بعد التلات سلسل هرجع تاني ارتفع تلاتة سلسلة وفي نفس الفراغ اللي انا كنت بشتغل فيه هنزل وهشتغل غرزة منزلقة مفيش اسهل من كده كان عندنا في البداية تمانية عمود بلفة كونيولي ما بينهم آآ تمانية من الفراغات فبالتالي هشتغل فيهم تمانية من البتلات هتنقل كده للفراغ اللي بعده عن طريق غرزة المنزلقة وهبدأ اكرر نفس الشغل يعني هرتفع التلات سلسل وهكمل البتلة سريعا كده بس علشان وقت الفيديو كملت البتلة بنفس طريقة العمل هنزل كده بمنزلقة واقفل البتلة وهكذا بقى هنفضل ماشين شايفين البتلات شكلها مفروضة وجميلة وبتوضح شكل الفراغات في الدور اللي قبله هتنقل بمنزلقة وهكمل بنفس طريقة العمل سريعا كده هسبكو هكمل الدور وهنا خلاص بعد ما كملت الدور عندي البتلات بتاعتي زي ما انتو شايفين كده وضحت شكل الفراغات اللي في الدور اللي قبله وخيط البداية كده كنت وغدا معايا تحت الغرز اي طرف هيتبقى منه زي ما انتو حابين بقى تقص الخيط دلوقتي او آآ تخلو الخطوة دي في الاخر ولكن كده خلاص احنا امننا طرف الخيط هنرجع دلوقتي نشتغل في ظهر الوردة دي او ظهر الوحدة لكن هو ده الشكل لحد دلوقتي تمانية من البتلات انا لسه ما قفلتش الدور ده هقفله معاكم بعد ما اشتغلت الى التلاتة عمود هنا بعد التلات سلاسل ادي تلاتة عمود هبتدي اقفل الدور تلاتة سلسلة في النهاية وننزل لنفس الفراغ ركزوا هنا في قفلة الدور ده وبداية الدور اللي جاي هشتغل كده منزلقة ومن هنا من على وش الوحدة انا هبتدي الدور اللي جاي بس ركزوا معايا في المكان ده اللي انا بدأت منه شغل في الدور هدخل فيه وهشتغل غرزة حشو طبعا يعني الحلقة دي بتبقى دايقة فانا بالراحة كده بادخل وباخد الخيط ومن هنا ادي لفتين على الابرة باشتغل غرزة حشو انا كده بدأت الدور التالت هلف الواحدة على الناحية التانية ده ظهر الوردة هبتدي من هنا اشتغل هرتفع كده تلاتة سلسلة خليكم فاكرين بدأنا بحشو ودي تلاتة سلسلة وهروح هنا ما بين البتلات انا عندي تمانية من البتلات حلقة كده هتلاقوها واضحة اهو شايفين كده ما بين البتلات ندخل تحت الحلقة دي هتبقى واضحة جدا معاكم ناخد الخيط وهشتغل غرزة حشو تمام كده شايفين كونت فراغ خلف البتلة ده اللي احنا عايزينه علشان نشتغل فيه الدور اللي جاي هرجع تاني واحد اتنين وادي التالتة وبكمل بنفس الطريقة بروح ما بين البتلتين اللي بعدهم على فكرة من غير ما تشدوا البتلات هتلاقوا الحلقة دي اللي احنا مفروض ندخل فيها هتلاقوها واضحة وبنشتغل حشو هكون فراغات بنفس الطريقة كده خلي بالكم الفراغات دي برضو عددها لازم يكون تمانية هعد برضو دلوقتي معاكم برتفع تلاتة سلسلة وبنفس التكرار ماشي ما بين البتلتين بدخل بالابرة كده وبشتغل جرزة حشو وكرر تاني تلاتة سلسلة وبين البتلتين بدخلوا بشتغل جرزة حشو وهكذا ايه دي تلاتة سلسلة الدور ده مش هياخد اي وقت بعد الحشو بشتغل تلاتة سلسلة وندخل هنا نشتغل حشو ندخل كده بالابرة بعد الحشو هرجع ارتفع تلاتة سلسلة وما بين البتلتين هنا بشتغل جرزة حشو خلاص كده انا هشتغل اي اخر فراغ تلاتة سلسلة وهنقفل الدور ايدي الفراغات اللي انا كونتها تعالوا نعد مع بعض قبل ما نقفل الدور ادي واحد اول فراغ انا كونته اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة واخر فراغ اللي معايا ده اللي انا هقفله دلوقتي هيبقى رقم تمانية كده شغلنا مزبوط هي الغرزة سهلة وهتظبط من اول مرة معاكم تعالوا كده نقفل الدور فاكرين في البداية خالص كنا اشتغلنا غرزة حشو وهي دي اللي انا هدخل فيها اللي انا بدأت بيها هدخل كده في الغرزة دي وهنا هقفل طبعا الدور بتاعي بغرزة منزلقة بدخل كده هنا هتلاقوا الحلقة دي ديقة شوية او شايفين كده دخلت في غرزة الحشو هشتغل منزلقة وبس كده خلاص قفلنا الدور يعني الدور ده بس اللي بنشتغله كده من خلف الواحدة وهنرجع تاني الوش الواحدة نكمل واضحة الفراغات معايا دي اللي انا هشتغل فيها بس هشتغل من وش الواحدة مش من هنا بلف الواحدة كده على الناحية التانية ومن هنا هبتدي اشتغل الدور الجديد الدور بقى رقم اربعة هرتفع من هنا تلاتة سلسلة ودول انا هاعتبرهم عمود بلفة هشد بس كده التلاتة سلسلة اهو من هنا نبدأ كده واحد اتنين تلاتة باعتبرهم عمود بلفة عمود بلفة فوق غرزة الحشو ولسه ما تنقلتش للفراغ لف الخيط وهتنقل كده للفراغ ودعالوا كده نبدأ نعد ايدي عمود اتنين تلاتة وادي العمود رقم اربعة وكده خمسة واخر حاجة العمود بلفة رقم ستة هنا في الفراغ بقى انا كده اشتغلت الاعمدة عندي تلات سلاسل اشتغلتهم فوق غرزة الحشو باعتبرتهم عمود ودي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام كده فبالتالي يعني انا قتني البتلات كده افضل علشان نشوف بلف الخيط وهنا فوق الحشو باشتغل عمود يعني احنا كده شغلنا فوق الحشو عمود وفي الفراغ ستة عمود ايدي كده عمود بلفة وبلف الخيط ودلوقتي اتنقل هنا للفراغ فراغات واضحة كده يعني الافضل تتنقل البتلات كده وتشتغلوا علشان تبقى الفراغات بينها وهكرر الاعمدة ادي واحد اتنين تلاتة والعمود بلفة رقم اربعة خمسة واخر حاجة رقم ستة لازم تبقوا متأكدين كويس جدا من العدد يعني انتوا عارفين عدد الاعمدة يبقى كتير فما تضطروش تفكو الدور من اوله بلف الخيط واضح هنا ادي غرزة الحشو باينة جدا بدخل جواها وبشتغل عمود بلفة وبرجع للفراغ وبكرر الستة عمود بلفة عايزين تعرفوا عدد الاعمدة في الدور في النهاية خالص لازم الدور يقفل معاكم على ستة وخمسين عمود بلفة وياريت قبل ما تتنقلوا للدور اللي جاي تعدوا الاعمدة حتى لو كنتوا مش مبتدئين لازم تعدوا الاعمدة وتبدأوا الدور الجديد اللي هو هيبقى اخر دور ايدي الستة عمود وخلاص كده بلف الخيط وبروح على غرزة الحشو وبشتغل عليها عمود بلفة وكده خلاص بقى واضح الدور هيمشي ازاي انا طبعا مش هكمله معاكم للاخر انا هسبكو وهكمله بس وانتوا شغالين تتنوا البتلات وتشتغلوا وانتهى البساطة يعني هتلاقوا الشغلة هيبقى واضح انا هكمل بنفس الطريقة كده وهتأكد من العدد قبل ما ارجع لكم هرجع كده البتلات طبعا يعني هنفردها في النهاية هكمل الدور وكده خلاص كملت الدور لحد النهاية شايفين اللي واحدة شكلها تحفة الاعمدة دي لازم يكون عددها ستة وخمسين لو كنتم مبتدئين يعني وهتوه مني في الشرح كل الارقام كدبها لكم على الشاشة من فوق تأكدوا من العدد ودلوقتي هقفل معاكم الدور اخر حاجة انا اشتغلتها ستة عمود بلفة جوه الفراغ تمام كده ستة وهنقفل هنا فأول تلت سلاسل انا ارتفعت بيهم اللي هم كانوا فوق الحش واللي انا اعتبرتهم عمود عدي كده واحد اتنين تلاتة ما تستهونوش بالخطوة دي لازم تدخلوا في السلسلة التالتة علشان ما تلاقوش نفسكم دخلتوا على العمود اللي بعده وهيفرق معاكم في العدد بالنسبة للدور اللي جاي هتدوروا طبعا على الغلط فين انتم متأكدين من عدد الاعمدة لكن خلي بالكم من الخطوة دي فقفلت الدور وتعالوا كده نبدأ في شغل الدور الاخير عندي في الواحد هرتفع تلاتة سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة في الدور ده هنخلي الواحدة واخدى شكل مربع اشتغلتهم كده فوق التلاتة سلسلة خلاص انا اعتبرتهم عمود هتنقل هنا للعمود اللي بعده نخلي بالنا في العمود اللي بعده على طول وبأشتغل عمود يبقى انا كده اشتغلت عمودين على الغرزة اللي بعدها اشتغل العمود التالت وعلى اللي بعدها على طول اشتغل العمود رقم اربعة او كده اشتغلت اربعة ورقم خمسة وبس خمسة عمود بلفة بنبدأ بيهم الدور بعد كده هشتغل يعني هبدأ على طول بالركن هرتفع ركن بتاع المربع بعد الخمسة عمود ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر حداشر سلسلة انا بشتغلهم هلف الخط على الابرة هفوت هنا واحد اتنين وهدخل في رقم تلاتة يعني انا مش بشتغل على الاعمدة كلها بدخل كده وببتدي اشتغل عمود بلفة وهكملهم برضو خمسة على الغرزة اللي بعدها على طول اشتغل العمود التاني ودي العمود رقم تلاتة والعمود رقم اربعة في الغرزة اللي بعدها على طول واخر حاجة العمود رقم خمسة في الغرزة اللي بعدها كل المجموعات عندي هتبقى خمسة عمود بلفة وهرجع من هنا هشتغل الجانب الجانب عندي هيبقى خمسة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى ده رقم وده الجانب اللي هو الخمسة سلسلة وهرجع برضو واحد اتنين وهدخل في الغرزة التالتة او في العمود التالت ادي واحد اتنين وبدخل كده في التالتة يعني بنفوت عمودين فضلين ما بنشتغلش فيهم وارجع كده اشتغل عمود بلفة وهكملهم برضو خمسة عمود بلفة متتالين كده اتنين تلاتة ودي رقم اربعة واخر حاجة عندي العمود بلفة رقم خمسة وبس كده خمسة عمود بلفة متتالين وهكرر تاني الشغل بتاع الركن او يعني الحداشر سلسلة ده الشكل بتاع الدور النهائي اكمل كده معاكم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر حداشر سلسلة زي دول وارجع تاني الف الخطة على الابرة هفوت عمود ادي عمود والتاني وبدخل في التالت وبرجع اكرر مجموعة الخمسة عمودة المتتالين وبسرعة كده اكملهم خمسة خلاص كده كملت الاعمودة خمسة هرجع اكرر الخمسة سلسلة اللي هما بتوع الجانب يعني انا بشتغل مرة 11 مرة خمسة خمسة سلسلة وهفضل ماشي بنفس التكرار على الاعمدة اللي قدامي بلف الخيط افوت عمود والتاني وبدخل في التالت وبشتغل خمسة عمود بلفة متتالين هنا لحد النهاية الوحدة ولازم طبعا الدور يزبط معاكم في النهاية سريعا كده هكمل يعي دي الشكل الوحدة شكلها في منتهى الرقة وتحفى بصراحة هكمل وهرجع لكم في نهاية الدور نقفلو مع بعض كملت كده الدور لحد نهايته شايفين شكل الوحدة تحفى انا شغالة ما فردتش بمكوى ولا وجهت بخار ولا عملت اي حاجة لحد دلوقتي دي حاجة بتبقى يعني سايبها لتقدركوا في النهاية بعد ما تخلصوا شغل خالص وبرضو على حسب الخد اللي انتو بتشتغلوا به اخر حاجة انا اشتغلتها الخمسة عمود دول ولازم في النهاية يبقى عندي الاعمدة دي اللي هم اتنين فاضين طبعا انا مش بشتغل فيهم بس علشان الدور يزبط معنا فاضين هنسيبهم هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اللي هو فراغ الخمس سلاسل وهقفل هنا في اول تلات سلاسل اللي اعتبرتهم عمود نادي واحد اتنين وبدخل كده في السلسلة التالتة يفضل تحت لفتين خيط وباشتغل جرزة منزلقة وكده خلاص انا قفلت الوحدة بتاعتي واحدة عبارة عن خمس ادوار سلسلة في النهاية قبل ما بقص الخيط وبس كده يعني بسيب اتنين تلاتة سنتي كده من طرف الخيط علشان يعني نأمن الخيط بتاعي النهاية زي ما أمننا الخيط بتاعي البداية يا دي شكل الوحدة رائعة وجميلة وسهلة والوحدات دي عمر ما الموضة بتاعتها بتخلص يعني هو الكروشي من ساعة ما بدأ لحد دلوقتي كل حاجة فيه جميلة ومستمر لأ وكمان يعني كل الغرز القديمة هي الغرز الجميلة المستمر تعالوا نقس مع بعض الوحدة قبل ما نتنقل للخطوة اللي بعد كده نقس الوحدة ونشوف طريقة عمل التشبيك طبعا دلوقتي هذه المقاس بتاعي من البداية يعني مع الخيط ده والإبرة اللي أنا استخدمتها خلينا نقول كده 11.5-12 سنتي تقريبا مع الخيط ده اللي هو هيملايا افريدي سوبر لوكس خلينا نقول يعني 12 سنتي في 12 سنتي ده مقاس متوسط ونرجع ونقول دايما زي ما بقول لكم كده في شغل الوحدات على حسب سمك الخط اللي انتو بتستخدموا بطلع لكم حجم الوحدة أو المقاس النهائي ده المقاس النهائي بتاعي ودي أول خطوة خلاص خلصناها طريقة عمل الوحدة من البداية للنهاية أول واحدة دايما بتكون واحدة مكتملة لحد النهاية بعد كده باقي الوحدات هشتغلها هشتغل وهشبك الدور الأخير يعني هشبك خلال العمل بتاع الدور الأخير تشبيك في منتهى السهولة مش هنشتغل الوحدات كلها كاملة وبعد كده نشبك بالخط والإبر لأ خالص هي أول واحدة كده كاملة وتعالوا نشوف الوحدات اللي أنا شبكتها مع بعض ودي الوحدات بتاعتي شبكت 3 وحدات في بعض هنشوف دلوقتي طريقة تشبيك الوحدة الرابعة فيهم أنا اخترت إن أنا شبك الوحدة الرابعة علشان هي محتاجة تتشبك من جانبين الجانب ده والجانب ده علشان نبقى عدين على الجزء بتاع الزاوية وتبقوا جمعتوا كل التفاصيل بتاعة التشبيك سواء يعني للشال المسلس أو المستطيل أو أي عمل تاني أنتوا بتشتغلوا شايفين المكان ده بيبقى طحفة بيدي شكل رائع ما يقلش عن جمال الوحدات اللي احنا اشتغلناها اللي هو المكان اللي ما بين الوحدات وزي ما انتوا شفتوا الشغل سهل والغرزة نفسها وشكل الوحدات في منتهى الرقة بصراحة وجميلة قوي قوي مع الألوان الفتحة يعني لو هتشتغلوها شايل مسلس بقى أو مستطيل دي الوحدة اللي أنا بدأت فيها دي هتبقى الوحدة الرابعة بدأت بنفس طريقة العمل وصلت لحد دور الأخير وتأكدت طبعا إن أنا عندي في الأعمدة دي العدد بتاعها إن هي 56 عمود بلفة قبل ما هبدأ الدور الأخير بنفس طريقة العمل لدي أول فراغ أنا كونته وأول ركن بعد كده مجموعة الأعمدة طبعا سمن عمودين ودي خمسة سلسلة واشتغلت المجموعة اللي بعدها وهشبك من هنا دلوقتي اللي هو الركن المقابل للركن التاني تعالوا كده نشوف إزاي كان الفاصل بتاعنا في الركن كان 11 سلسلة فهنا أنا هشتغل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة خمسة هاجي عند الرقم ستة هاخدها من هنا وبرضو هاخدها من السلسلة رقم ستة يعني كده أفضل والسلاسل قدامي فالأفضل كده أن أنا باجي من ظهر السلاسل شايفين الحلقات بتبقى واضحة هتلاقوها حلقات كده بالعرض هي دي السلاسل ودي اللي أنا هعد بنعليها هتلاقوا أن كده أسهل بكتير هادي كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهدخل هنا في السلسلة رقم ستة من ظهره دخل كده بالإبرة من تحت الفوق وكده ادي السلسلة رقم ستة أنا اشتغلتها أنا كنت اشتغلت خمسة كده أنا اشتغلت ستة أهو في المنتصف بالزبط وهكمل عايزة أكملهم 11 يبقى كده 7 8 9 10 11 وبس كده ادي الحداشر سلسلة أنا اشتغلتهم ومشبكت من عند السلسلة رقم ستة تعالوا كده نتأكد هدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر أحداشر تمام 11 سلسلة ألف الخيط وهرجع بنفس الطريقة زي ما انا اشتغلت الدور الأخير يعني هفوت عمود والتاني وهدخل في رقم تلاتة ادي واحد اتنين هدخل في التالت وهبتدي اشتغل مجموعة الخمس أعمدة بنفس الطريقة سريعا كده علشان وقتين اشتغلت الخمس أعمدة هبتدي اشبك الجانب عايزة بس كده افرد الوحدات اهو كده اوضح علشان برضو تشوفوا خطوة التشبيك بالتفصيل ادي الركن اللي انا اشبكته في الركن من عند السلسلة رقم ستة الأعمدة ما فيهاش تشبيك لكن التشبيك من عند الفراغ ده اللي هو بتاع الخمس سلسل ارتفع من هنا واحد اتنين وبس هاجي عند السلسلة التالتة برضو هاخدها بنفس الطريقة من الفراغ المقابل برضو بن عند السلسلة رقم تلاتة الاعداد عندنا فردي 11 و 5 عد كده واحد اتنين وبدخل في التالتة من ظهرها وباشتغل السلسلة التالتة ونكمل طبعا عايزين نكملهم خمسة ايدي اربعة خمسة يبقى كده كملنا السلاسل بتاعتنا خمسة وهيدي شكل التشبيك جاريت يعني تشبيكوا بنفس الطريقة كده ما تدخلوش على طول في الفراغ وتشبيكوا واحد اتنين وبروح على العمود التالت وبردو هارجع اشتغل مجموعة الخمس اعمدة سريعا كده هكملهم وكده كملتهم خمس اعمدة بلف هارجع تاني للركن انا ماشي بالتبادل مرة ركن ومرة جانب او ده الجزء اللي انا شبكته ركن وجانب هاجي عند الركن اللي بعده انا بس كده عايز افرض الوحدات اهو تمام كده مفروض هشبك عندي هنا تلات وحدات فانا دلوقتي عايز اشتغل الزاوية تلات وحدات عايز اروح للوحدة اللي فوق دي اللي هي هتبقى مقابلة للزاوية اللي انا بشتغلها او اللي ركن اللي انا بشتغله يعني الوحدة دي مثلا لما شبكتها شبكتها في الوحدة اللي فوق لان من عند الزاوية كانت الزاوية دي هي المقابلة لي فدي اللي انا عايز اروح له تمام كده يعني انا زي ما بقولك كتير بنشبك بطريقة الاكس اهو اللي اتجاين كده معاكسين وده المكان اللي انا عايز اروح له طبعا عند السلسلة رقم 6 برضه بعد الخمس اعمدة تمام كده عايزين 11 سلسلة عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهجي عند السلسلة رقم 6 هروح للزاوية المفروض ان انا هروح عن ده اللي هي هتبقى دي برضه من عند السلسلة رقم 6 هدخل كده من تحت الخيوط كلها وبرده من تحت الفوق اهو كده انا موضحها لكم شايفين كده الوحدة دي اللي انا عايزها بعد ما دخلت هاخد الخيوط ودي كده السلسلة رقم 6 وهنا بنشدك وايس خلي بالك وكده 7 8 9 10 11 تمام كده انا كملتهم 11 سلسلة وشبكت الزاوية بلف الخيوط بعد واحد اتنين وبدخل في العمود التالت وهشتغلهم خمسة بسرعة كده اشتغلت الخمسة عمدة شايفين التشبيك مفيش اسهل ولا اوضح منه مفيهوش اي تعقيد وسهل جدا للمبتدئين والجزء اللي احنا عدناه ده بيدي شكل جميل قوي ويعني طالما فهمتوه هتفهموا تشبيك كل الوحدات مع بعضها هيبقى التشبيك بتاعها ازاي والشكل ده برضو هيبقى الشكل ده طبعا هنكمله لما يبقى فيه وحدات جنبها بيدي شكل رائع بصراحة ما بين الوحدات بيدي شكل وردة مفرغة وهنا ده الجانب اشتغلناه ودي الزاوية وهتنقل للوحدة التانية يعني اشربكت في الوحدة اللي فوق بتنقل للوحدة اللي جنبها بس هالف الوحدات كده علشان نبقى شايفين طبعا هنمشي بنفس طريقة العمل يعني هنا هشتغل واحد اتنين وهجي عندي السلسلة التالتة هاخدها من فراغي خمس سلاسل ده وبردو من ظهر السلاسل واحد اتنين وهدخل في التالتة وهشتغل كده التالتة ايدي اربعة وخمسة خلصت الخمس سلاسل بتوعي هرجع علف الخيط وهعد واحد اتنين وهدخل في التالت وهشتغل مجموعة الخمس اعمدة سريعا كده اشتغلت الخمس اعمدة وفضلي اخر ركن عندي هشبكو او يعني الحداشر سلسلة بنفس الطريق احنا ماشيين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واكي عندي رقم ستة ازاي انا شبكت اول ركن اشبك ايه لركن ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وادخل هنا في رقم ستة مزبوط كده في خمسة الناحية التانية ونكمل سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر خلاص كده الحداشر سلسلة اشتغلتهم بلف الخيط عد واحد اتنين وادخل في التالت وهشتغل على طول مجموعة الخمس اعمدة بلف خلاص كده اشتغلتهم لازم يتبقى عندي في النهاية عمودين خلي بالكم لان هم هيبقوا فاضين مش هنشتغل فيهم ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خلاص كده نهقفل الواحدة هنا في التلات سلاسل دول تدخل كده في السلسلة التالتة وباشتغل ونزلقة وكده خلصنا تشبيك سلسلة في النهاية وبنقص الخيط طبعا انت كل واحدة بتشتغلوا فيها الدور الاخير وبتشبكوا تخلصوا بتقصوا الخيط وتتنقلوا الوحدة تانية جديدة وحدة تانية جديدة تبدأوا شغلها من الاول توصلوا عند الدور الاخير وتشبكوا بنفس الطريقة كده زي ما انا اشتغلت كلام ده بقى سواء للشال المسلس او المستطيل يعني انتوا كده عرفتوا طريقة التشبيك يعني لو هتشتغلوا شال مستطيل يبقى انتوا لحد كده وصلت لكم خلاص كل الخطوات عرفنا طريقة عمل الوحدة وهنشبك ازاي نشبكوا بقى عدد الوحدات اللي انتوا عايزين والحد ما توصلوا للمقاس المطلوب تعالوا نشوف ازاي دلوقتي هنشتغل النص واحدة هنا معايا الوحدات دي طبعا ده علشان الشال المسلس الشال المسلس ليه شكل المسلس من عند القاعدة بيقى فيه اماكن زي دي بتحتاج ان احنا نشتغل فيها النص واحدة مش وحدة كاملة علشان نخلي قاعدة المسلس في النهاية مستقيم ادي الوحدات قدامي ثلاث وحدات طبعا كل اللي عملتوا دلوقتي ان انا فكت الوحدة الرابعة اللي انا شبكتها وسبت المكان ده علشان اشتغل فيه النص واحدة تعالوا نبدأ النص واحدة مع بعض هبدأ الاول طبعا بنفس اماكن التشبيج ما فيهاش اي تغيير اول حاجة هبتدي اشتغل عقدة البداية بس طبعا طريقة العمل هنا مختلفة بعد عقدة البداية هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح اندل سلسلة رقم واحد دخل كده بالابرة وهقفل الحلقة اللي انا اشتغلتها اهو ادي كده الحلقة قفلتها وهبتدي من هنا اشتغل جواه هرتفع واحد اتنين تلاتة باعتبارهم عمود اتنين سلسلة فاصل نفس طريقة العمل بس العدد مختلف يعني انا هدخل كده وهاشتغل العمود بلفة كده هيبقى رقم اتنين تمام كده اتنين سلسلة فاصل والعمود بلفة رقم تلاتة عايزين نكملهم هنا خمسة عمود بلفة ودي اتنين سلسلة فاصل وهكمل هنا وصلت لحد ما اشتغلت خمسة عمود بلفة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عايزين خمسة عمودة بلفة بس نرتفع الى الخطوة اللي بعدها وهنا انا هبتدي اشتغل عمودة بتلات لفات بس بنفس الطريقة زي ما قلتلكم ونفس الاماكن هبتدي من هنا ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلسل دول ارتفع العمود بثلات لفات بعد كده هبتدي اشتغل الفراغ عادي جدا وهشبكه هنا في الفراغ المقابل بنفس الطريقة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وباجي طبعا من عند السلسلة رقم ستة دول عشرة كده بشبكه بنفس الطريقة باخد كده الوحدات من دهرها وبعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهدخل هنا في رقم ستة وبرضو هاخد السلسلة رقم ستة اه في منتصف الفراغ وبكمل سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر تمام كده خليكوا فاكرين في خمسة في البداية غير الحداشر عندي الفراغات دي اربع فراغات هبتدي اشتغل على اول فراغ منه هلف ثلاث لفات على الابرة اقولتلكم عمود بثلاث لفات وهدخل هنا في اول فراغ وهبتدي اشتغل خلي بالكوا يعني العمود يبقى مشدود شوية ادي لفتين كمان لفتين واخر لفتين ده عمود بثلاث لفات هلف ثلاث لفات تاني وهاشتغل العمود بثلاث لفات اللي بعده انا عايز اشتغل هنا اربعة ادي كده التاني وارجع لي في تلات لفات وادي التالت نخرج من لفتين كمان لفتين كمان لفتين كمان لفتين اربع مرات بتخرجه من لفتين وادي كده العمود الرابع وبس كده مش عايزين اكتر من اربع اعمدة يبقى انا كده شبكت الزاوية واشتجلت الاعمدة نفرت كده الوحدات اهو شايفين كده اوضح هروح لفراغ الخمس سلاسل وانتو بتشبكوا برضو لازم يبقى يعني في حاجة مسطحة قدامك وكده فردين عليها الوحدات ادي اتنين سلسلة والتالتة خلاص خدت التالتة من الفراغ وكملتهم خمسة برجع لي في تلات لفات وهنا في الفراغ اللي بعده برضو هشتغل اربع عمود بتلات لفات افرد لكم برضو الوحدات تاني وتشوفوا الشكل كملتهم خلاص اربعة اربع عمود بتلات لفات تعالوا بقى كده نشوف الشكل انا دلوقتي شبكت زاوية سلسلة وفراغ اللي هو الخمس سلاسل يعني بنفس الطريقة زا ما شبكت الوحدة الكاملة هاجي هنا عند الزاوية برضو بنفس الطريقة هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهاجي عند رقم ستة برضو هاخدها من الوحدة اللي فوق يعني اللي هتبقى مقابلة لناحية الزاوية اللي انا بشتغلها همسك كده الوحدات وادخل من تحت الخيوط كلها وبردو هروح عند السلسلة رقم ستة في الوحدة اللي انا حددتها وبنشد كويس ادي كده ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر وهارجع تاني للفراغ اللي على الدور الف تلات لفات وهاشتغل اربعة عمود بتلات لفات خلاص كده خلصت الاربعة عمود ودي الشكل فاضل ليه هروح عند فراغ الخمس سلاسل هرتفع واحد اتنين والتالتة هاخدها من الفراغ بنفس الطريقة هجب كده الوحدات من على الدور واحد اتنين وبدخل في التالتة باشتغل التالتة ودي اربعة وخمسة خلصت الخمسة اخر حاجة لفي تلات لفات وفي اخر فراغ انا هاشتغل اربعة عمود بتلات لفات وارجع لكم سريعا كده اشتغلت اربعة عمود بتلات لفات ودي الشكل لحد دلوقتي اشتغلت على الاربع فراغات فاضل بس ان انا اشبك اخر زاوية عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهجي عندي رقم ستة هاخدها من الفراغ زي ما اشتغلت خطو ستة شبيك معاكو برضو في الواحدة الكاملة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبدخل هنا في رقم ستة وبيخد السلسلة رقم ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر خلصت الحداشر سلسلة خلي بالكو هنا بقى وحنا بننهي الواحدة فاكرين هنا كنت بدأت بخمسة سلسلة واشتغلت الفراغ انا خلص خلصت الفراغ هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وكده انا نهيت الشغل زي ما بدأت وهروح هنا على السلاسل شد بس كده لعشان عايزين نعد على السلاسل عد واحد اتنين وهدخل في التالتة انا كنت ارتفعت تلات سلاسل اعتبرتهم عمود يبقى انا كده هنا بدخل في السلسلة التالتة وطبعا خلاص هقفل هنا بمنزلقة وخلاص كده انا خلصت شغل بتشتغلوا سلسلة في النهاية وبتقصوا الخيط وهي دي طريقة عمل النص وحدة بمنتهى البساطة ما فيهاش اي صعوبة اشتغلوا شال مسلس شال مستطيل رائع الاتنين في منتهى السهولة او اي عمل كرشي تاني بالوحدات تقدروا تعمله وردات برزة رائعة وكاضافة معايا اللولي ده لو حابين تسبتوه متوفر في كل المحلات ومش غيلي خالص اللي معايا ده مقاس ستة هو بالمقاس طبعا انا مش عايزيكو تركبوه لولي مقاس كبير لو حابين تركبوه لولي في منتصف كل ورد او ها شايفين كده الفتحة بتاعتو بالخط والابرة الخط الرفيع وابرة الخياطة العادية بتسبتوه وبتبقى دي اخر خطو او خلينا نقول الخطو اللي قبل الاخير نسبتو اللولي كده بالخطو الابرة اخر خطوة معنا طبعا هي خطوة الشراشيب وبما ان المشروع ده يعني فيه شغل كده وتفاصيل حلوة فحابين ان الشراشيب تبقى حاجة بسيطة ممكن انا برضو نسبت وحدة لولي وفي الاخر خالص القعدة بتاعت الشال المسلس لو هتشتغلوا يعني شال مسلس تمشوا عليها بغرزة حشو القعدة كلها اما بالنسبة للجانبين انا برضو بتكلم في الشال المسلس ونفس الخطوات بالنسبة للشال المستطيل حابين تمشوا عليه كل غرزة حشو لكن في الاماكن دي على طول بقى هتركبه للشراشيب يعني من الاخر يعني المكان اللي هتركبه فيه شراشيب مش محتاجين تشتغلوا عليه غرزة حشو على طول بتركبوا الشرشيف في الفراغات اللي واضحة قدامكم كده الشرشيف العادية التقليدية في منتهى البساطة ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو اكيد انا مبسوطة جدا انكم وصلت معايا لحد نهايته واسبكم في رعاية الله